موسيقى ثم على موعي تأكيد مع حلقة جديدة من أنفاس مصرحية نبدوها بالحادث المصرحي ومن بعد قضايا للنقاش ونختصمها كيف العادة بالذاكرة الحية للمصرح المغربي موسيقى من الإبداعات المصرحية التي أضافتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى خزانتها وسيحظى المشاهد الكريم بمتابعتها على قنواتها نذكر هنا مسرحية يالين يعين لجمعية محترف فاس لفنون العرض راما شكونا الجسر عرض تقدر ما بغيت تقول بني إحنا قدامي مع المخاف أجمع نقل بك موسيقى يا ربكي لي والله من هكومات جديت حتى مرضي كرطة بحرق كرطة من الكرشة مزيان ها ازقاط بحالة مزيان وكان عليكم تقولوا هاليا من اللوبل أسمع السي أجي ما فيح الملغة السربية المعارات أفري وحنا أعطونا مهمة خطيرة وقالوا النار تباركو وحلوا عينيكم زيان وانتا شوف وانزيتك قالوا النار تلقوا ديكم زيان وشمشموا وجمعوا الخبار وعندك عندك يا عينيكم شي قوما ها ها ما تقولوا هاتي الشي واحد من غيري أنا ها وهو نص لرائد الاحتفالية في المغرب الدكتور عبد الكريم برشيد وتدور أحداث المسرحية حول كاتب المسرحي كان أعمى فأصبح مبصرا ليجد نفسه وسط أحياء المدينة فيقرر كتابة نص المسرحي يسميه فيما بعد موال مسرحي فيلتقي بشخصيات الليل وظلالها فيحاورها وتحاوره لكن الأهم عند لقائه بخياله الذي يتمثل بشخصية المجذوب كما يسميه سكان الحي فيعيش أوجاء تلك الشخصيات وهمومها لتستطور بعد ذلك أحداث درامية المسرحية من إخراج حميد الرضواني كما يصب المدينة عزري مزوج مطلق هادويت؟ أم هادويت؟ أنا معروفة أحبيب ما كان سولوكس؟ أنا ما كان عرفوكس؟ أنا هو معروف معروف صاحب السبوعة ها؟ هادوية العمل اللي هو نجاته لفرقة محترفة سليفون العرض بشركة مع المسرح الوطني محمد الخاميس وبعد سلسلة من العروض اللي تعرضت سوائن عبر ربوع المملكة وسوائر خارج الوطن عاد جات الفرقة من الجزائر بعد المشركة دي لها بمهرجة الوطني بشركة جزائرية بجاية وهذه المناسبة غادي نعرضوها للعمل اللي هو عمل الرائد الاحتفالي الدكسور عبد الكريم برشيد وكذلك هو واحد العمل اللي كي يضم مجموعة من الفنانين على مستوى مدينة فاس مناسبة كذلك باش نعرضوه للمنتج دينا وشاهدوه الجمهور المغربي والعربي وكنشكروه للشركة الوطنية للإدعاء وتلفزها القناة الأولى على هذه البادرة لأنه لأول مرة كتصور عمل مصرحي من مدينة فاس وي مناسبة باش نعرفوه كذلك كالشحاب المغربي على منتجنا المصرحي ونشوفنا ونشوفوه كذلك ونعرفو القيمة دينا على الصعيد الوطني أنا هو عود أنا وحدي نضوي البلد أنا وحدي نضوي البلد تنتقل تدوخ بها العباح تدوخ بها العباح تدوخ بها العباح واشkek عنديت نوصيك عسانتا باش assignveral니까 نعرفو حسنا فاشفينتو الحفلة منتان edition شغلك هي تزواجم Energinal إذا كنت أنجمة. ومتعا.. أمت منتستر لآيا غير تخمومك يعلم الله يعلم الله أن يتذهب بالخدمات لنا أمعدة التي تجربنا لا 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 في محوال قضايا للنقاش اخترنا موضوع اللي كيهم تقريباً كل المدر المغربية ألا وهو المهرجانات المسرحية طبعاً المغرب عرفت تجاري بعديدة في تنظيم المهرجانات بدأت في 1956 المهرجان اللي هوت اللي تعاقدت في البداية في الريباط ومن بعد في عدة مدر أخرى من بعد المغرب نتضم مهرجان المسرح العربي في 73 ونضم على تنين مهرجان دي المسرح العربي المتنقيل في 74 المهم الموضوع دينا ما شي هو تاريخ المهرجانات هي فقط عير لمحة على المهرجانات اللي يعرفها المغرب ولكن باش ما نكون نش كنصدفوا واحد الخطاب يعني تشاؤمي قلنا نهضروا على هاد الجيل الجديد دي المهرجانات فمشينا نتصلنا بمسؤولين الى هاد المهرجانات اللي يعرفوا مغرب كله ودرنا معهم واحد المجموعة دي اللقاءات وكانت السؤال الأول ما هي القيمة المضافة للمهرجان على مدينتكم المهرجان هو حدث ثقافي لا شك أنه يخلق تلاقي بين منتج أو مبدع وإبداع ومتلقي ولكن أيضا هو فرصة لإعادة النظر ولمساءلة المبدع والمبدعين حول الشأن الإبداعي نفسه حول الفن في حداته وغالبا يكون استجابة لانتظارات محلية في داخل مدينة أو داخل منطقة معينة إذن المهرجان الآن باتت من العلامات المميزة للمدن هناك مدينة تعرف مثلا بمهرجان العيطة ومهرجان السينما أو مهرجان الشعر أو مهرجان إذن باتت هذه علامات أو إقونات مميزة لمدننا ومناطقنا طبعا الحال المهرجان الدولي للمسرح الجامع بمدينة طنجة هو مكون أساسي باعتباره ينطلق من الجامعة في اتجاه المدينة ويحاول أن يؤتت هذا الفضاء التقافي لمدينة طنجة من خلال بعد آخر من خلال مسرحيات من نوع آخر من خلال تجارب مجموعة من الدول ولكن ليست فقط المحترفة ولكن التي تشتغل داخل الجامعة ونعلم بأن الجامعة أصبح لها دور أساسي في صياغة الفكر بشكل عام والمسرحي على وجه التحديد نسبة للقيمة المضافة التي يضيفها للمهرجان المدينة هي يخلق جو الثقافي بين السكنة المدينة ويحاول أن ينمي الثقافة المسرحية في وسط المدينة ولجيها بصفة عامة أهم قيمة هي أنه أصبح الآن ملتقى للحضارات باعتبار أنه مهرجان دولي تحضره جمعة من الفراق المسرحية من مختلف بلد العالم هذه قيمة مضافة بالنسبة إلينا القيمة المضافة التي يضيفها تنجا المشهدية كمهرجان لمدينة تنجا وأولاً قبل كل شيء والمحاولة في تنشيط المدينة ومسرحة المدينة على اعتبار أنه من اللحظات التي تتعيش فيها المدينة نوع من الفرجة نوع من الأدائية إن صحها التعبير وأعتقد أن القيمة المضافة أيضاً وفي نوعية الفرجات ونوعية الضيوف والمواعد المستديرة والندوات التي تقام ضمن فعالية مهرجان تنجا للفنو المشهدية كيف جدتكم فكرة تنظيم مهرجان وما هي الخطوات الأولى التأسيسية؟ مهرجان تنجا الدولي المسرح فانتلق تحت إسم مهرجان تنجا ملتقى الثقافات في سنة 2012 فكانت مهرجان على شكل آخر كان فيه فن تشكيلي كان فيه موسيقى كان فيه مسرح ولكن ابتداء من الدورة الثانية قررت الجمعية المنظمة جمعية القنطرة أن المهرجان يتحول إلى مهرجان مسرحي مئة في المئة وكانت الدورة الثانية وطنية ثم انطلقت من الدورة الثالثة إلى مهرجان دولي المدينة كانت تشتقر إلى مهرجان كبير بحجم هذا المهرجان الدولي ولذلك فكرنا قلنا المدينة تزخر بالطاقات لأن هذه الطاقات ينبغي أن يعرفها الناس وهذه الطاقات كذلك ينبغي أن تستفيد من طاقات الآخرين ولذلك أردنا أن نجمع طاقتنا إلى طاقة الآخرين لنسوق المدينة ونسوق الجهة خارج الإقليم وخارج الحدود هذه الفكرة الأساسية بالنسبة إلينا هذا أيضا هو مطلب للمسرحيين عموما طالما تمت المنادات على إحداث ملتقى أو محطة مسرحية تلتقي فيها مختلف الفرق المسرحية وكان لابد من وضع معايير ولو منطلقية فالتقت هذه الإرادة مع إرادة وزارة التقافة والجماعة الحضرية أنداك لمدينة مكناس فتم إحداث المهرجان الوطني المسرح الذي انطلق في دورة أولم مدينة مكناس طبعا الحال المهرجان المسرح الجامعي مهرجان يرتبط بوجود الجامعة ووجود الجامعة بمدينة طنجة يرتبط بسنة 1995 فقط حيث تم إنشاء مجموعة من المؤسسات فكانت مشاركة الفرق المسرحية التابعة لمدينة طنجة كمبادرة تقوم بها مجموعة من المؤسسة لكن أصبحت مدينة طنجة دائما تحتاج إلى فضاء آخر أوسع وأرحب من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة من أجل المشاركة في مهرجانات المسرحية ولكن داخل مدينة طنجة وبالتالي جاءت فكرة إنشاء هذا المهرجان الفكرة تأسيس المهرجان جاءت من بعد ما كانت مدينة طنجة كانت عاني واحد الخاصة في العورد من بعد ما كانت معظم العورد المسرحية كانت بقى سئف ما بين الرباط وكذا نحن حاولنا نخلقوا هذه المهرجان باش نجيبوا ذيكي العورد عنه تراكم دي المجموعة دي الأنشطة بدءا بأنشطة مجموعة البحث في المسرح بجامعة عدد ملك السعدي بتطوان طويت حل تطورت الفكرة دي المهرجان طلاقا من دورة أو حلقة دي الندوات ندوات في البداية كانت حولها داكرة طنجة ثم انتقلت إلى الممارسة المسرحية وداكرة المسرح المغربي وبعدها انفتحت على أفق دولي ندوات حال هناك تدرج ولكن أهم شيء وهو فكرة مهرجان يفرض دراسة على اعتبار أن هذه الندوات بقى يجتمع فيها البحث وأيضا يجتمع فيها الفنان وكان دايما هناك ما نسميه public agenda يعني أجندا موازية للندوات اللي كان حاضر فيها الفنان بشكل قوي ولهذا تطور هذا المشروع إلى مهرجان عند اختتام المهرجان ما هي المعايير التي تقيصون بها نجاح المهرجان؟ حقيقة أن المهرجان كان نجحا على مستوى التنظيم وعلى مستوى الإنتاج ولكن ربما نقطة الضحف الأساسية وغياب الإعلام أننا لم نستمر الإعلام بما فيه الكفاية باستثناء ربما بعض القنوات لسيما القناة الأولى وبعض الإعلاميين الذين حضروا ونحن نتمنى أن يكون الإعلام حاضرا أكثر ليعطي الصورة الحقيقة الحقيقية لمهرجان وجداء الدولي نرى المستوى ضد تنظيم كيشغاز ما بين العرض التي كانت مستطفى وما بين الجمهور التي حضرنا ونرى الكتافة الجمهور التي كانت حضرات وتتبع الجمهور التي طواني ونرى النقطة الثالثة هي الصحافة والجرائد والقنوات التي تابعونا وعطوا صورة هذه المهرجان في القنوات الاختتام أي مهرجان وتقييمه تعتبر عملية أساسية ومحورية في نجاح الدورات المقبلة المعايير الأساسية هي نسبة المشاركة من الفرق الوطنية والدولية أهمية الضيوف والمكرمين أيضا أهمية العروض المقدمة وأهمية الجمهور وعدد الجمهور المستفيد من هذه الدورة والذي يعتبر معيار أساسي لأننا نشتغل من أجل بث وتكريس ثقافة المسرح في مدينة طنجة المعايير الأهم بالنسبة لنا هو الدقة مدى احترام المواعب ثم هناك معايير أخرى بطريقة الجودة للعروض الجودة للعروض سواء التنظيرية أو الأدائية الجودة أيضا للحضور للجمهور لأننا كيهمنا كثير الجودة للجمهور الجودة للجمهور والجودة للفعالية كاملة تقاس بهذا المعايير أعتقد الجدة والجودة والمهنية سواء في التنظيم أو سواء في التلقي ولكن احنا اللي كيهمنا في العملية كاملة وهو الجودة للعروض سواء المقدمة أو أيضا الجودة للجمهور يسبن تقييم مدى نجاح المهرجان فهو التقييم احنا كنشوفوه أشنو تتقال في الصحافة لا في المجلات لا في الجرائد ولا أشنو تتقال علينا في التليفزيونات الحاضرة المانعة والإداعات الراديو ومن خلال كذلك من خلال الضيوف الحاضرين معانا لا من فنانين ولا من أساتداء باحثين وإعلاميين إلى آخره فما نخبيش عليكم على الجمهور الكريم لأن التنظيم مهرجان فهو من أصعب ما يمكن تنظيمه مهرجان يتم اختبار مدى نجاحه يعني أثناء صيررته يعني منذ انطلاقته منذ الفقارات الأولى وتوالي البرنامجه يتم اختبار أو التماس ما أفضل له من نجاح أو فشل عندما يكون هناك تجاوب جمهوري تجاوب مع الفنانين تجاوب للمهتمين للصحافة لوسائل إعلام عندما يخلق المهرجان نقاشا عندما يكون مناسبة للتواطئ أو الاتفاق حول إنتاجات مستقبلية أو إبداعات مستقبلية وربما حول مشاريع تقافية أخرى سواء همت مشاريع عدبية مهرجانات تظاهرات أو همت منشآت وبنيات تحتية كيف تختارون شعار المهرجان؟ المهرجان الشعار دائما يخرج من المهرجان السابق بمعنى أن هناك نقاش يتطور دورة السابقة كانت على الدراماتورجية البديلة هذا الدورة كانت على داكرة ومسرح الآن وصلنا في النقاش لحدود فكرة أو شعار عودة السرد شعار المهرجان يرتبط دائما بالانشغالات الأساسية التي تعيشها الجامعة وتعيشها المدينة في علاقتها بالثقافة فنحن نعمل دائما على إيجاد وربط العلاقة ما بين الجامعة والمدينة لذلك اخترنا في الدورات الأخيرة موضوع مدينة الطنجة كمهد للحضارات ومجال للثقافات وبالتالي هذا البعد الثقافي لمدينة الطنجة نريد أن نكرسه نحن من بعد وزاوية أخرى هي البعد الجامعي الشعار المهرجان هو كيكون صرد كل دورة وحنا حاولنا هذا الشعار باقي من التزمين به اللي هو شعار يلا بين المسرح هو كدعوة ساكنا تطوان جمهور باش يجيين المسارح ويتبع العروض المسرحية مهرجان تنجى الدولي المسرح فهو عنده شعار قار اللي هو تنجى فضاء لكل الفضاءات في كل سنة طبعا نجتمع ونقدم مقترحات مختلفة والشعار المهرجان نختارهم من خلال نوعية العروض التي ستقدم إذا رأينا أن العروض التي اخترناها تغلب عليها الجانب السينغرافية سيكون المحور غالبا أو الشعار مقترما بهذا وإلا سيكون هناك محور دقيق جدا يكون مرتبطا بالندول الفكرية التي نقيمها هذا هو المعيار الأساس ما هي معايير خسيات الضيوف سواء كمسرحيات أو كشخصيات أبدا فتحل أولا بالنسبة للضيوف نحاول دائما أن نقوم باستضافة بجموعة من الوجوه المسرحية أولا لنعرف باقي الفرق الدولية على الوجوه المسرحية المغربية وعلى إنتاجاتها وأهميتها ودورها في بناء الصرح المسرحي بالمغرب ثانيا نعمل على اختيار وانتقاء الشخصيات التي تقدم إضافات أساسية إلى المشهد المسرحي بالنسبة للفرق المسرحية بطبع الحال نعلن عن المسابقة وتكون هناك لجنة للانتقاء هذه اللجنة للانتقاء تقوم بضوارات للمشاهدة ولتقييم العروض وبعد ذلك يتم الانتقاء ببعدين أيضا جغرافي نأخذه بالاعتبار حيث نعمل على تمثيلية أهم القارات في العالم المسرحيات المشاركة في المهرجان هي ببساطة يتم اختيارها بواسطة لجنة مستقلة عن الوزارة هي لجنة الانتقاء تستعرض جميع الإنتاجات المسرحية برسم موسم وعين وتختار أفضلها بالنسبة لاختيار المكرمين يعني احنا في أي منتدى هناك لائحة لائحة انتظار هناك مجموعة من الرجالات نساء ورجال يستحقون هذه الاتفاة وهذا التكريم وهذا التكريم هو متجذر في وجداننا وفي تقافتنا إذا الفنانين ومبدعين وإذا العلماء والفقهاء والطلباء حسب بالنسبة لتكريم لا شك أن هناك بعض الأسماء تتردد والتي تستحق تكريمها لأعطائها الإبداعي والفني وبالطبع بعض الأسماء تستحقوا التدخل لوضعها الاجتماعي أو لظروفها غير المريحة إلى آخر بالنسبة لانتقاء العروض المشاركة بالمهرجان والضيوف المشاركة فيتمر أولا عبر الانترنت نتوصل بطلبات المشاركة فتسلم لجنة متخصصة لفيها دكاترة باحثين وفنانين وكذلك مختصين في علم الإجتماع فتدرس الملفات تشاهد العروض وتأخذ وتقرر اللجنة وبعد ذلك لا أحد له أن يقرر وكذلك الضيوف تقترح من أصدقاء ومن فنانين داخل الوطن ومن خارج الوطن تقترح وندرس المقترحات ثم نمر إلى الاختيار كتكون لجنة من انتقاء العروض والضيوف في هذه اللجنة هدية التي تتكلف بهذه المهمة هدية وكتعمل واحد الإعلام بفتتاح باب التجيل تقديم العروض المهرجان وبعد ما كيتقدموا هذه العروض هدية كتكون لجنة وكتختار العروض المناسبة من الدورة وكيكون الشيغل على هذه اللجنة طيلة السنة لجنة علمية موجودة وكتعلن عليها بعد نهاية الدورة الآن دبا الورقة دي للدورة القادمة هي محطوطة في الموقع دينا محطوطة في المجال العمومي بصفة عامة يعني هناك لجنة علمية مكونة من أسماء بارزة المستوى الدولي المستوى العربي المستوى المغربي هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك أيضا مشرف فني أو مدير فني هناك استمارات جنج دي الاستمارات استمارة الأولى دي الباحثين واستمارة الثانية دي الفناني طبعا الموديل الفني يتلقى استمارات دي الفنانين والمشرف عن الندوة يتلقى الاستمارات دي الله وعندنا مواعد مضبوطة حيث أنه أعتقد هاد السنة عمنا مارس هي أخر أجل لاستيلام استمارات ثم أبريل بشكر رضي على الناس ثم يعني عنا مواعد جد مضبوطة تلقي الاستمارات والطالبة المشاركة إلى أخرى في الحقيقة أول تكرم شون حميدة لأن تكرم شخصا في حياته يعني أنك تقدر ما قدمه من عطا وهذه المسألة قضية تنسيق بالفعل موجودة غير موجودة تنسيق بين المهرجانات ونحن لم نكرر اسما سابقا وأحيانا لا يكون لتنسيق مع المهرجانات الأخرى وأحيانا أخرى تعترضون مجموعة من العراقل أننا نقترح أسماء ولكن تلك الأسماء أحيانا لا تلتزم وقع لنا هذا في السابق نقترح مجموعة من الأسماء ولكنهم في آخر لحظة خذلون ولذلك غالبا ما نميل إلى الذين نقتنع بأنهم سيكونون حاضرين هذا جانب أخلاقي لأن الفنان حينما يلتزم معك ويقوص أحضر ينبغي أن يحضر وقد وقع لنا أكثر من مرة للأسف للأسف أن الأجانب الذين نقترحهم للتكريم يحضرون وكثير من أهل البلد نقترحهم ويلتزمون معنا ولكن في آخر لحظة يخضلوننا فكرة التكريم رغم إيجابيتها تشكو دائما من نفس الوجوه أو من هدايا رمزية وخطاب يائس ما رأيكم في ذلك؟ بالنسبة أن التكريمات دينا كنحولوا نوع ما بين تكريمات ما بين رواد وما بين الشباب اللي يلا بدأوا المسيرة ديالهم واللي كتكون هي كتحفيز للوم وكتشجيع باش يكون العطاء أكثر والاستمرارية فاد الميدان الأولا نقدمه دائما لك ترفيد المهرجان يكون ثابت دائما نقدمه ولكن لا نقدمه رمز مالية حاولنا من خلال استضافة وتكريم وجوه أجنبية حتى لا يكون دائما يصعب على مهرجان آخر أن يأتي بنفس الشخص أما بالنسبة للجوائز فهي فعلا رمزية نظرا لميزانية المهرجان أو للمهرجانات الميزانية محدودة ومحدودة جدا أشتغال ديالنا ضمن ندوة دولية يحتم علينا الاشتغال في أفق أوسع لماذا؟ لأننا تلك الشخصية التي نكرمها هي ليس فقط شخصية مغربية وطنية أو عربية بل هي أيضا شخصية دولية ودليل على هذا هو مايك بيرسل مثلا نكرمناه هنا وإيريكا في شليشتا كرمناه هنا الآن في الدورة القادمة 2016 نكرم أحد أبرز شخصيات العاشقة للمصرح العربي والمغربي والمغاربي هو الأستاذ مارفين كارلسون تحيح عندها بعض الأسماء تحضى بحض أو حضوة الاستفادة من تكريم في عدة مدن وفي عدة مهرجانات ومنطرف عدة جهات نحن نحاول أن نتحرى في هذا المسألة نحاول أن نتفصل للأشخاص والأسماء التي لم يسبق لها أن استفادت أو التي استفادت فقط بتكريم رمزي نحن لا نكتفي بتقديم الورود والهدايا الرمزية ولكن منذ سنوات الوزارة صارت تقدم أيضا غلافا ماليا يضاف إلى ما يقدم من هذا يا رب زياني فائدة المكرم بالنسبة للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بطنجة نعمل جاهدين على عدم تكرار نفس الأسماء التي تكرم في مهرجانات أخرى بل نفتح أو نبحث أو ننبش في الذاكرة المسرحية وفي الوجوه المسرحية باختلاف مساهماتها في المشهد المسرحي المغربي من أجل تكريمها ومن أجل إعادة تقديمها لجمهور الجامعي وهذه الميزة أساسية بالنسبة لنا بالنسبة للهدايا التي يمكن أن تقدم للمكرمين نعمل جاهدين على أن تكون مهمة وأن تساهم أيضا في نوع من تعويض إن كان رمزي للمكرمين لا أقول أن المسألة ترتبط فقط بالإمكانية ولكن أقول أن خصوصية التكريم بالنسبة لمهرجاننا هي مهرجان جامعي وبالتالي نكرم هذه الوجوه المحترفة داخل الجامعة وباعتقاد هذا البعد وهذا العنصر يعتبر أساسي ويتجاوز بطبيعة الحال القيمة المادية رغم أننا نشتغل على القيمة المادية ونحاول دائما أن نوفرها بشكل أو بآخر ما مادة خيرات مؤسسات المدينة في تنظيم وإنجاح المهرجان؟ بالنسبة للوزارة التقافة هي في الأول سلكت مقاربة تشاركية في تنظيم جميع المهرجانات هذه المقاربة لها مرميين المرمى الأول هو أولا تغلب على تكاليف المهرجان وتنظيم مهرجان بشروط وظروف مريحة على الأقل أدنى من الوسائل المادية والمالية والتمويلية ومنح آخر هو إشراك أو جعل السلطات المحلية والمنتخبين مقهمين ومشاركين ومساهم ومعنيين وتحسيسهم بأهمية الشأن التقافي والفني عموما وفتح شهيتهم على تنظيم تظاهرات ومهرجانات أخرى وطبع جميع مهرجانات تنظيم وزارة الثقافة في أغلبها يعني 99.9% هي مهرجانات تنظم بشراكة وبتعاون مع مجالس منتخبها وسلطات محلية وأحيانا حتى هيئات المجتمع المدينة بكل تأكيد هذا مهرجان دولي وعنده 12 سنة وعنده شراكات قائمة مع مجموعة هذه المؤسسات والهيئات المنتخبة وعلى رأسهم وليل طنجة بطبع جهة طنجة تيتوان ثم مجلس جهة طنجة تيتوان ثم مجلس مدينة طنجة جامعة عبد الملك السعدي أيضا من خريطة وخريطة جامعة برلين ومعني جامعة كثيرة إلى آخرين لأسف أن هناك الخيرات لبعض الفاعلين ولكن للأسف أن الفاعلين يعني الحقيقيين كمسؤولين المدينة أو ما إلى ذلك ما زالوا لم يستوعبوا كيف أن الثقافة يمكنها أن تقوم بالصفارة الدبلوماسية الثقافية كيف يمكن للثقافة أن تعرف بالجهة وبالمنطقة وأن تروج المدينة خارجها هذا لم يستوعبه بعد نحن نتعامل معهم في حدود الإمكان ولكن للأسف أننا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه في هذه النقطة بالذات بالنسبة للمؤسسات الدائمة المحلية المؤسسات الدولة كالجماعات إلى آخره فهم كساهم معنا صراحة كساهم معنا بشكل أو بشكل آخر نحن نتمنى ونطمح أن يكون المشاركة تكون كبيرة وتكون قوية المؤسسات المدينة بشكل عام باختلاف أنواعها سواء تلك المنتخبات أو المصالح الخارجية لبعض الوزارات المعنية أو القطاع الخاص كلها فاعلين أساسيين في إنجاح المهرجانات بشكل عام لكن نحن كمهرجان دولي للمسرح الجامعين وحاول بطبع الحال أن نعمل على فتح الباب لانخراط هذه المؤسسات في هذا المهرجان من أجل إنجاحه المساهمات المادية تبقى دائما متواضعة الرهان الأساسي بالنسبة لنا هو مأسسة المهرجان وضمان نوع من الاستمرار لهذا المهرجان وهذا أمر ليس بالسهل ونحن في إطار الشراكات نعمل على بنائه وعلى ترصيخه ونحن في الدورة التاسعة أعتقد بأننا ابتداء من الدورة العاشرة سننتقل بالمهرجان إلى مستوى آخر إن شاء الله مع هؤلاء الشراكاء حيث تم الآن الاقتناع بأهمية هذا النوع من التظاهرات في مدينة كمدينة الطنجة ترجمة نانسي قنقر